تواصل وزارة الدفاع البريطانية عمليات تسوية لعدد من الملفات المتعلقة لضحايا الحرب على العراق رغبة منها في طيل ملف الذي دام سنوات ويضم في تفاصيله قصص مئات العراقين الذين يقولون إنهم تعرضوا لانتهاكات مخالفة لمعاهدات حقوق الإنسان على أيدي أفراد الجيش البريطاني وقامت الدفاع البريطانية عام 2017 بتسوية 417 ملفا بعد القرار النهائي للمحكمة العليا البريطانية الذي أيدت فيه مطالب ضحايا الحرب في العراق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء معاملة غير إنسانية من طرف القوات البريطانية خلال غزو العراق وتخصص بريطانيا حاليا عشرات الملايين من الدولارات من أجل إغلاق عدد من شكاوى العراقيين ضد الجيش البريطاني بشكل ودي ودون الاستمرار في المعارك القانونية التي تنتهي لصالح الضحايا ترجمة نانسي قنقر